يتوجه أكثر من مليون ناخب عربي لصناديق الاقتراع لاختيار رؤساء وممثلين للسلطات المحلية في البلدات العربية والمدن التاريخية في ظل أجواء انتخابية غير معتادة على ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة رسالتي طبعا أنه اليوم الانتخابات بتحدد مستقبل مصير المجتمع العربي في حيفا لخمس سنوات القادمة أكيد إحنا اليوم غضاء حرب ولكن ممنوع أنه اليأس والإحباط واللمبلاء يكون سلاح غير نضدنا إحنا بحاجة نوخد عنا مسؤولية نرفع نسبة تصويت رفع نسبة تصويت عن المجتمع العربي هي واجب والتزام لكل شخص كل صوت اليوم رح أكرر وكل صوت رح يكون مؤثر مجتمع العربي مزق ووحش العنف وإحنا بحاجة نكون مع بعض تأخي محبي تسامح وفيش مجال المراكفات تمثيل العربي في البلديات المختلطة بالذات شيء مهم حق وواجب وشيء مكدس تحديات كبيرة تنتظر المجتمع العربي بصورة عامة إذ أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفا على الإطلاق وتتعنت في مواضيع عدة على رأسها الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي ما يبلور أهمية التحدي الانتخابي في حيفا وغيرها من الأماكن إحنا موجودين بفترة صعبة جدا على الجميع وشايفين أنه جميع الناس يمكن صعب عليها إسا وكان تسمع على انتخابات بس أنا اللي أقوله خاصة بهاية المرحلة هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة بالبلديات وجودنا إحنا كعرب كمجتمع عربي بالبلديات هو من أهم الفترات وبهذا الأساس أنا بدعي جميع أهالي حيفا بكرة الكل ينزل ويصوت لرفع نسبة التصويت رفع نسبة التصويت يؤدي لدخول أكثر أعضاء من المجتمع العربي لبلدية حيفا رغم أن الحماسة الانتخابية لا تبدو كلمرات السابقة تبقى انتخابات السلطات المحلية استحقاقا مهما ضمن استحقاقات عدة يلعب المجتمع العربي دورا محوريا فيها منتظرا لنتائج الانتخابات وما ستسفر عنه من صورة عامة قد تأتي بالجديد